حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية أقرها مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر هي الثالثة خلال هذا العام رداً على إطلاقها صاروخاً عابراً للقارات الشهر الماضي الحزمة جديدة من العقوبات تضمنت تقليصاً لإمدادات كوريا الشمالية النفطية وإعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الذين يشكلون مصدر دخل مهم لبيونج يانج إلى بلادهم وإضافة أعداد من المسؤولين الكوريين الشماليين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة المندوبة الأمريكية التي طرحت بلادها مشروع القرار توعدت بيونج يانج بالمزيد من العقوبات إذا استمرت في إجراء التجارب الصاروخية والنووية إذا أجرى نظام كوريا الشمالية اختباراً آخر لصاروخ باليستي أو نووي فإن هذا القرار يلزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وهو يرسل رسالة واضحة إلى بيونج يانج مفادها أن المزيد من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة وعلى الرغم من إدانتها للسلوك الكوري الشمالي وتصويتها لصالح القرار إلا أن الصين الراعي الوحيد لكوريا الشمالية دعت إلى فتح القنوات الدبلوماسية بشكل عاجل مع بيونج يانج لتخفيف التوتر مع واشنطن والمضي قدماً تجاه حل الأزمة من المهم أن نتبع بدقة نصى وروح قرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعلى جميع الأطراف أن تطلع بمسؤولياتها للوفاء بالتزاماتها العقوبات وسيلة فقط وعلينا أن لا نتوقع حل الأزمة عبر العقوبات المنفردة أو الضغط وجهة النظر الصينية هذه أيدها نائب المندوب الروسي الذي أكد ضرورة منح الدبلوماسية فرصتها مقرراً في الوقت ذاته بأن تجارب بيونج يانج الصاروخية في المياه الإقليمية الدولية دون سابق إنذار تشكل خطراً على طرق الملاحة البحرية يشكل إطلاق الصواريخ من الأراضي الكورية دون سابق إنذار مخاطرها إلى العبور البحري والجوي في المنطقة ويشكل خطراً جسيماً على حياة المدنيين العديين هذا النشاط يجب أن يتوقف فوراً حزمة العقوبات هذه تهدف إلى زيادة الضغط على نظام كيم جينغ أون لدفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل اجتماع وزاري تستضيفه الولايات المتحدة وكندا بهذا الخصوص منتصف الشهر المقبل